السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم عن مجموعة أسرار خطيرة بتخفيها مصر حول الأزمة السودانية لما بنقول إن مصر دايما كبيرة أو إن مصر أم الدنيا فده مش مبلغة هي قدرها كده ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده وقدر لها إنها تكون بهذا الحجم الكبير على مدى تاريخها رغم اللي بتوجه مصر من جحود البعض عليها من اللي بتمد ليهم إيديها طبعا لكن مصر بتتعامل معهم من منطلق إنها أم الدنيا مش الشقيقة الكبرى وبس فمهما تعرضت مصر لقسوة أو جفاء من قبل إخوانها الصغيرين إلا إنها دايما فتح قدها للكل عمرها ما قفلت أبوابها في وش محتاج أو مستجير بها حتى وهي في أحلك ظروفها مصر يا أخواننا بقالها أكتر من عشر سنين بتمر بظروف استثنائية ما فيش دولة في العالم كله اتعرضت لضغوط زي اللي مصر اتعرضت لها فتلاقيها مثلا محاصرة بالأزمات من كل الاتجاهات الشرق والغرب والجنوب والشمال وكل جهة منها تعتبر معضلة من أكبر معضلات العالم ولو مصر اتعاملت معها بعشوائية مش بس هيكون فيها دمار البلد لا ده هيكون فيها دمار للمنطقة كلها وانا مش بتكلم هنا عن المؤامرات الخارجية ولا عن الأطماع السياسية في الاستحواذ على شمال إفريقيا ولا على جنود حوض البحر المتوسط ولا شرق المتوسط ولا قلب إفريقيا واللي نتج عنها من أزمات وحروب ودمار دول مصر أصبحت بالفعل حاليا عبارة عن جزيرة عيمة داخل محيط إقليمي من الألغام السياسية والاقتصادية والأمنية ومع ذلك برضو فتح أراضيها للجميع زي البيت الكبير اللي بيجتمع فيه كل الفرقاء لمناقشة مشكلتهم ولسماع صوت العقل رغم أن فيه محاولات مستميتة لجر مصر أنها تبقى جزء أساسي من المشكلات اللي بتحصل حاليا في كل الدول المحيطة بيها وده هدف غالي من أعداء مصر في الداخل والخارج أن مصر تغلط مرة واحدة بس وتكون رقم في أي مشكلة في أي دولة من الدول اللي بتعاني من الانهيار السياسي والأمن حاليا أو أنها تنحاز لأي فريق من الفرق المتنحرة والمتحربة فيما بينها إلا أن سياسة مصر سياسة واضحة ومعلنة وبترددها دايما المؤسسات الرسمية للدولة زي بالضبط البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والقوات المسلحة في بداية الأزمة السودانية الأخيرة والاعتداء على القوات المصرية اللي كانت بتشارك في تدريبات مشتركة في السودان كان موقف مصر الحقيقة صريح وحاسم وواضح في نفس الوقت مصر قالت أنها لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر وأنها لن تكون شريكا في الأزمة وقفت على الحياة تماما ولن تدعم أي طرف على الآخر وخلي بالك ده كلام مهم جدا وفيه كمان رد على بعض المتهورين اللي شغالين فتن بين مصر وأشقاءه وده هو نفس موقف المملكة العربية السعودية وكمان موقف الإمارات العربية المتحدة لأن خلي بالك لو مصر نحازت بصورة واضحة لأي فريق من الفصائل المتنازعة هناك فده هيكون من حقها وهيكون ليه عامل الحسب وترجيح كافة الفصيل اللي مصر هتقف معاه باعتبار وضعها الإقليم طبعا ومكانتها وقوتها ومن ناحية تانية لو ادخلت بالقوة كمان هيكون من حقها برضو تعمل ده حفاظا على أمنها القومي وحدودها لكن مصر يا أخواننا بتمارس دايما أقصى درجات ضبط النفس علشان هي فهمة كويس جدا أن ده مستنقع وفخ في النهاية منصوب لها هي كمان وقد تكون هي الجائزة الكبرى في نهاية المطاف في كل الأحداث الجارية بمحيطها الإقليمي فإزاي بتتعامل مصر مع الملف السوداني ومع السودانيين النازحين عبر الحدود على المستوى الرسمي زي ما شفنا مصر بتقف على الحياة تماما لأن عقدتها ثابتة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة مهما كانت الأسباب ومهما كانت التداعيات وده الحقيقة موقف مثالي بيبين النهج النقي لمصر السودان من عقود طويلة بقت ملعب لكل أصحاب الأطمع والمصالح الباحثين عن استغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية الغنية حتى لو كان على حساب إفقار المواطن السوداني وإذلاله وتشريده مفيش عندهم أي مشكلة من الموضوع ده وبالتالي صارت السودان مستباحة خاصة في ظل وجود حكومات ضعيفة بتعيش دايما في أزمات سياسية تفرق ولا تجمع وضع زي ده يسيل ليه لعاب أصحاب الأطمع اللي جندوا فصائل وأحزاب وجماعات وميليشيات بتعمل لحسابهم داخل الدولة المفتتة سياسيا ومش مهم بقى تتقسم البلاد أو تدخل في حرب أهلية يروح ضحيطها ألاف الأبرياء المهم مصالحهم المهم عندهم الوصول لخيرات السودان ونهبها بأي صورة من الصور مرة في صورة شراكة اقتصادية تخفي أكتر مما تعلن ومرة في صورة دعم سياسي لأحد الفرق ومرة حقوق إنسان ومرة 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 حجاج الحقيقة لا تنتهي ومبررات متواصلة أما مصر الجار الملاصق للسودان فما فكرتش مرة واحدة في استغلال إن السودان امتدادها الطبيعي في الجنوب أو إنها في يوم من الأيام كانت تحت إقدارتها وحكمها وكان حاكم البلدين واحد فمع استقلال مصر بعد العهد الجمهوري كان أول قرار هو تخيير السودان بالحكم الذاتي المستقل وتم الأمر بكل الرضا وطيب خاطر من مصر رغم إن كان في إيديها تفرض إرادتها على السودان بالكامل وتبقى جزء من مصر تستفيد هي لوحدها بكل خيراتها لكن مصر الدولة اللي عانت من الاحتلال ما فكرتش أبدا كدولة طامعة في غيرها بل غلبت مصالح السودانيين في الاستقلال والحكم الذاتي وساعدتهم في بلوغ هذا الأمر ومازالت بتدعم السودان بكل ما تملك ومازال أولادنا في المدارس والجامعات بيشاركوا زملائهم السودانيين نفس المناهج ونفس الامتحانات كأنهم إخوة بالضبط يعني نفس التربية ونفس التعليم حتى لغاية وقت قريب جدا كان الإشراف على المدارس السودانية بيتم عبر وزارة التعليم المصرية وكان فرع جامعة القاهرة في العاصمة السودانية الخرطوم هو أهم مؤسسة للتعليم الجامعي في السودان أما على المستوى الشعبي زي ما قلنا فالتعليم المشترك والتاريخ المشترك بين مصر والسودان خلى من البلدين شقيقين في كل شيء لذلك الحملات المشبوهة اللي شغالة حاليا من بعض أصحاب العقول الخاربة والضمائر المنعدمة من الكتائب الإلكترونية الموجهة للوقاعة بين الشعبين بتقابل بكل قوة من جانب المصريين والسودانيين المخلصين الحقيقة من الشعبين والحقيقة بعد الأزمة الحالية ظهر العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بتتطاول على مصر بصورة فجة من داخل السودان واعتبرت أن مصر دولة احتلال للسودان زي ما ميليشيات الدعم السريع المدعومة من الخارج كانت بتقول كده لكن جه الرد القوي من أهل السودان الشرفاء وبكرر الشرفاء اللي تسألوا عن أي إثبات لهذه المزاعم وهذه الأكاذيب وقالوا بأمرت إيه يعني مصر تحتل السودان وإمتى مصر أسائت أصلا للسودان اللي بتحتضن أغلب السودانيين الموجودين في الخارج بسبب النزاعات والحمد لله كانت أفعالهم قبل غرد على الحملات المشبوهة اللي بيروجها أهل الشر على مواقع التواصل الاجتماع العالم المحايد بينظر لمصر بنظرة احترام وإجلال بسبب مواقفها الرسمية ومواقف شعبها النهاردة المستشار النمساوي كارل نيهامر خلال لقاءه امبارح مع الرئيس السيسي قال إن مصر بتعد حجر راسخ للاستقرار والأمن في شمال إفريقيا وعندها حاليا مشكلات متعددة بسبب تطورات الأوضاع في الجوار ومن بينها السودان فدي الحقيقة شهادة من مسؤول أوروبي في حق مصر اللي الحقيقة مصر لا تحتاج لشهادة أحد في إثبات محبتها الأشققها كلهم ووقفها بجوارهم وخوفها عليهم فاللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة واحفظ السودان وأهله وابعد عنهم الفتن وابعد الفتن وأهلها عن أشقاءنا في السعودية والإمارات واحفظ بلادنا كلها من كل شر ووفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر